أسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية اليوم بش نحكيه على القبض على الشيب شوها وجه عضو مجلس محلي بهذي الجهة بعد الاعتداء الذي سجيله على عضو مجلس المحلي بقرية بدي عمري والذي تم على إثره التدخل جراحي بالردق حوالي 13 غرزة حول القوة تلاب الله على مستوى الوجه من طرف شابين الأسبوع الفارد في مدينة قربة وتمكنت وحدات الشرطة في قربة من ولاية نيبل من إلقاء القبض على الشيب في حين تحصن الثاني بالفرار توجيبوه كما قد اعتدي الأسبوع الماضي على عضو مجلس محلي بالجهة ألا وهو بدي عمري بسيكن نحاول لقوة تلاب الله مما استوجبها تدخل جراحي بالردق بحوالي 13 غرزة في وجهه وطيب شقود شكات خيس خيبة على الأخر وتعود أسباب الواقع إلى الشجار نشاب بين الشابين وعضو المجلس المحلي تطور إلى استعمال سلاح أبيض مما أدى إلى نقل عضو المجلس المحلي للمستشفى لتلقي العلاج هذه بمراجعة نيبل العمومية بالنبل أذنت بإيقاف الشاب للبحث معه وإصدار برقية تفتيش في حقه الثاني حسب ما صرخت به إذا عدت أي فيما تسوش إليك اشترك دفيه الجرس وباي باي